قررت رئيسة هيئة نيابة الإدارية المستشار أماني رفع فتح تحقيق عاجل في حادث قطار رقم تسعمائة وستة وثمانين المتجه من القاهرة إلى أسوان الذي وقع بالقرب من مركز البدرشين أوضحت المستشارة أن فتح التحقيق سيكون أمام المكتب الفني للرئيس الهيئة لإجراء التحقيقات الشاملة في الحادث على أن تعرض نتائج التحقيقات فور انتهائها للتصرف